اهلا بكم اصدقائي طلبة وطالبات الصف الثاني الاعدادية تجريبه لغات في حلقة جديدة من حلقات الالجبرا بنرجع فيها سوى مع بعض على الفكتوريزيشن بنحلي فيها سوى الجنرال اكسرسايز اللي موجود في كتاب المعاصر بنحلي فيه كل المسائل اتمنى تجيب وراء وقلن وتحلي معايا خطوة بخطوة وتسابقني كمان يلا بينا يلا بينا نبدأ قبل ما نبدأ في حل المسائل حاببا راجع معاكم الماب بتاعة الفكتوريزيشن اللي احنا متفقين عليه احنا قلنا في اي سؤال فكتوريزيشن ازاي بفكر قلنا اول حاجة دايما تحاول تعمل arrangement arrangement لمين؟ arrangement للإكسبرشن لقصادك حاول ترتب الإكسبرشن لقصادك وقلنا مش هيفرق ascending أو descending بس قلنا it's preferred to arrange descending دايما نحاول نرتب من الباورز الكبير للباور الصغير بعد ما بتأكد ان انا رتبت او الإكسبرشن بيكون مترتب على طول على طول على طول الاستيبل بعد كده بسأل نفسي هل الإكسبرشن دوت فيه highest common factor؟ ببص ازاي؟ بشوف النومبرز هل كل النومبرز اللي موجودة تنفع تكون divisible by number معين؟ طب لو هي divisible by اكتر من رقم باخد الهيست اللي فيه طيب وبعدين ببص على السيمبلز هل السيمبلز فيه حاجة متكررة؟ هل فيه حاجة repeating فيهم كلهم؟ ايوة يبقى طلع السيمبل ده كمان بره لا يبقى يعمل past للخطفة ده بعد ما بتعمل الarrangement والhcf بتبتدي تحدد هو الإكسبرشن اللي معاك باينوميال والترينوميال والفولينوميال يعني ايه باينوميال؟ باينوميال يعني بيتكون من two terms قلنا عندنا اربع انواع للباينوميال في بريبتو اول نوع عندنا ودايما بيكون حاجة سكوار مينس حاجة سكوار وهنا بسكوار يعني الرقم بيه سكوار روت والسيمبل عليه power even ينفع يتقسم نصين في الحالة دي بروح عامل two brackets وحط روت الاولاني مرة بلاس ومرة مينس وروت التاني تاني حاجة لو انا عندي sum of two squares x power 2 plus y power 2 وقلنا مش بنعرف نعمل factorization لsum of two squares لو هو مش difference between two squares ولا sum of two squares بيكون difference between two cubes ودوة بيكون حاجة لها cubic root مينس حاجة لها cubic root بتتعامل ازاي small bracket and big one دايما البراكت الصغير بياخد نفس اشارة المسألة مينس بعد كده بياخد cubic root للاولاني x cubic root للتاني y وقلنا بنعمل اربع حركات في البراكت الكبير فاكرينهم square change times square square للاولاني يعني بنمسك الاولاني نعمله times itself او power 2 يعني هيبقى x squared change بنغير sign بدل ما هي minus بتكون plus times first times second بدون اشارات x times y بعد كده square مرة تانية دايما اخر ترم لازم دايما يكون plus y times نفسها تبقى y squared بعد كده لو هو ولا حجم التلاتة دول ممكن يكون x power 3 plus y power 3 وبرضو دايباش مهندسين بيتفك براكت صغير وبراكت كبير البراكت الصغير برافو عليكم لنفس اشارة المسألة كيوبك روت للأولاني وكيوبك روت للتانية ونجيب البراكت الكبير بلاربع حركات بتوعنا square change times square طب يا مست لو كان الاكسبريشن اللي عندي بينومية وينفع difference between two squares وينفع في نفس الوقت difference between two cubes زي مثلا حاجة power 6 minus حاجة power 6 او حاجة power 12 minus حاجة power 12 قلنا طالما الاكسبريشن البينومية اللي عندي ينفع difference between two squares وينفع difference between two cubes على طول نعمل difference between two squares الاوت طب افرد يا مستر ما كانشو بينومية كانت رينومية على المنظر على المنظر كويفيشن دوت perfect square زي ايه تعالا ناخد مثلا x power 2 minus 10 x y plus 25 y power 2 على طول هنجيب الكالكلياتر ودو smooth equation 3 وابتدى ادخل الكويفيشن 1 minus 10 ودوس ايكول 25 ودوس ايكول اطلاع لي x واحدة بس فسهمت ان الاكسبريشن دوت perfect square فبروح اعمل ايه برافو عليكم راكت واحد power 2 جوه ايه جوه روت الاولاني x روت الاخراني 5y والميدل ساين الميدل ساين هنا يا مستر minus فبنحط ايه minus طب افرد يا مستر كان x suppression يطلع x1 و x2 زي x square minus 5x plus 6 تعالا كده نشوفه على الكالكليتور اهو mode equation 3 1 minus 5 و 6 هتطلع الاكس الاولى بسري والاكس التانية ب2 قولنا السري والتو دول بندخلهم جوه البركت بعكس الساين يعني بدل ما هي x equal 3 هقوله x minus 3 وبدل ما هي x equal 2 تبقى x minus 2 طب افرد كان ترينوميال بالمنظر دوت 2 x squared plus 3 x plus 1 برضو الترينوميال دوت بعد ما تأكد ان هو مترتب وما فيوش htf بروح مدخله على الكالكليتور mode equation 3 2 ودوس equal 3 ودوس equal 1 ودوس تركزوا بقى معي تلعلي x1 و x2 طبا لما تلعلي x1 و x2 يبقى ده two bracket بس ما بحطش جوه البركت بتاع ترينوميال fraction وما لبعمل ايه بدل ما هي x equal negative half بص معايي كده فوق x equals negative half نروح مسكينة 2 دي عملينها times x وندخل negative 1 جوه بعكس الاشار فهيبقى البركت الاولاني 2 x هندخل البركت 1 بعكس الاشار يبقى plus 1 طيب البركت التاني تعالى كده نشوفه ده رقم انتجر عادي يخش جوه البكت بعكس الساين بدل ما هي minus 1 هتبقى x plus 1 طيب افرد يا مستر هو ولا ترينوميال ولا بينوميال ولا من two terms ولا من three terms ده يا مستر ج من four terms يعني ايه four terms يا شباب يعني انا معايا term plus او minus term ثاني plus او minus term ثالث plus او minus term رابع هنا انا بحتاج اعمله factorization بحاجة اسمها elgroup يعني elgroup يعني محتاج اقسمه ل two groups فبحاول اخذ اتنين مع بعض واتنين مع بعض بحيث اطلع highest common factor من هنا وهي common factor من هنا طب لو ما نفعش وقعد تجرب كل الاتنات مع بعض ما نفعش يبقى اكيد فيهم ثلاثة مع بعض ينفع يكونوا perfect square في ثلاثة مع بعض ينفع يكونوا perfect square وينت بتشتغل انا عايز اقولك شوية remarks اول حاجة خد بالك من powers يعني ايه يعني مش دايما هتجيلك x power 2 وتفكها x و x يعني ممكن تجيلك x power 4 فتروح اسمها x power 2 و x power 2 ممكن تجيلك a power 6 فتخليها a power 3 و a power 3 فاخد بالك دايما من powers و دايما في الترينوميال اكبر power هيكون even لو كان odd يبقى انت ناس يتاخد common factor طيب اخد بالي من ايه كمان وينت بتشتغل الترينوميال بالكالكليتور خد بالك جدا من السيمبول لان الكالكليتور دايما هتطلع x لكن ممكن جدا المسألة يبقى فيها بأي لترز تانية غير x وبرضو لو المسألة فيها two symbols symbol في الاول و symbol في الاخر يبقى البركت بتاعك في symbol في الاول و symbol في الاخر خلي بالك من حاجة مهمة لو اول term negative نروح واخدين ال negative من المسألة كلها common factor ولو اول term او عندك term fraction والfraction دوت مالوش root زي half زي third زي fifth اروح مريح دماغي واروح واخد من كل المسألة common factor تمام انا ممكن همسح لك دي وقل دي الماب بتاعتك لو عايز تاخد screenshot تفضل لازم تبقى انت بتعرف تعمل ده كوي تيجي نطبق المبدية على general exercise اللي موجود معنا يلا دي اول مسألة معنا بتقول 25x squared minus 9y squared اسأل نفسك مترتبة اه يا مستر حسب ال x مترتبة x power 2 بعد كده حاجة ما فيهاش x طيب تماما فيها hcf لا يا مستر ما فيهاش hcf طيب ده binomial ولا trinomial ولا polynomial ده binomial وفي النص minus والpowers even يبقى ده يتحل difference between two squares يلا مع بعض root 25x squared برافو عليكم 5x 5x مرة plus ومرة minus root 9y power 2 برافو عليكم 3y 3y 1 خلصت آآ يا مستر لأن ما فيهاش powers تاني ما فيهاش hcf ما فيهاش حاجة ممكن اعملها تاني يبقى المسألة خلصت number 2 بتقول 2x power 5 plus 54x power 2 متفتبة ايوة x power 5 بعدها x power 2 فيها hcf آآ يا مستر ده even وده even هما الاثنين divisible by 2 يبقى بناخد 2 common factor x power 5 و x power 2 بناخد اصغر سيمبل فيه اللي هو x power 2 ازاي باجيبي البركت بروح عامل المسألة divided hcf اللي عندي 2 divided 2 1 x power 5 divided x power 2 بتاعت divided bravo نعمل minus للpowers 5 minus 2 equal 3 plus 54 divided 2 27 x power 2 divided x power 2 اي حاجة divided itself equals 1 ثم خلصت لا يا مستر لازم تتأكد ان انت قطعت نفس المسألة خلصتها على الاخر يا مستر البراكت دوت sum of two cubes bravo تعال نزل ال common factor فاكر كنا بنقول ايه صاحبك يصاحبك لاخر المشوار ال common factor يصاحبني لاخر المسألة وال sum of two cubes بتعامل براكت صغير وبراكت كبير البراكت الصغير لنفس اشارة المسألة يلا بينا x power 3 تحت الكيوبيك روت نعمل power divided 3 top x 27 تحت الكيوبيك روت نروح عاملين 3 هنا بنعمل ايه اربع خطوات square change times square افتكره مش بنكتب دول في الامتحان لكن بنقولهم square للأولين يعني time is itself x by x x square change the time يبقى مي times first by second x by 3 او 3 by x يبقى 3 x 3 squared دايما الأخير بيكون plus افتكر اوعد غير عشرة الأخير 3 by 3 9 واسأل نفسك في آخر كل مسألة خلصت ولا لسه اوعد يمست لأن x plus 3 مع الهوش power وأي ترينوميال بيطلع من الكيوبس ما بيتحلش تاني يبقى خلصت number 3 معانا بتقول 2y power 2 plus 5y plus 3 ترينوميال نترتب ما فيهوش htf يبقى على طول نروح للكالكليات mood equation 3 ونبتدي ندخل الcoefficient بإشارات 2 poster وال5 poster وال3 poster خد بالك من حاجة طلعت لي x1 وx2 معنى كده ان هما 2 brackets بس الكالكلياتر دايما بيطلع ايه x المسألة قصادنا ايه y مسح صح طيب اول واحدة x equal negative 1 فهروح اكتب y equal negative 1 وx equal negative 3 over 2 فروح اكتب y equal negative 3 over 2 يعني y equals negative 1 y equals negative 3 over 2 ما بنحطش traction خالص جوا trinomial فنشطه بال2 ده ونروح عاملينه cross 4 البركت الاولاني ده يخش بعكس sign وده يخش بعكس sign يبقى y يلا عكس sign يبقى plus y y y y y y y y y يبقى plus 3 برافو عليك يا باش مهندس خلصت تماما لان ما فيش power ما فيهاش شغل تاني سؤال number 4 بيقول 2x power 4 minus 18 ما تتصرعش ما تجريش خطوة خطوة على الخريطة بتاعي مترتبة a فيها hcf a برضو ليه عشان هنا tool 18 even يبقى قبل محلها لازم اخذ common factor 2 واعمل المسألة divided 2 2 divided 2 1 x power 4 minus 18 divided 2 9 صحبك يصحبك لاخر المشوار اوع تنسى common factor لازم يصحبك لاخر المسألة طب ده ايه ده binomial لانه بيتكون من two terms للنص minus لانه difference between two squared لان الاثنين دول ليهم square root يبقى يتعملوا two brackets وخلي بالك وخلي بالك x power 4 بتتقسم x power 2 وx power 2 مرة بوستر مرة negative root 9 3 و3 خلصت اه ليه اصل البلاس يا مستر ما بين اي حاجة ما بيتحلش تاني طالما هنا ده power 2 وصري اصلا ملهاش ايه ملهاش root وهنا difference دول مش squared لان c ملهاش squared يبقى المسألة كده خلصة في نامبر 5 معانا مسألة بتقول 2x squared minus 20x plus 48 اوعى تقول ده ترينوميا لو تجري على الكالكليتر بلاش تسرع خطواتنا واحدة واحدة مترتبة وفيها hcf يبقى لازم الhcf يتحط قبل الكالكليتر مين الhcf كلهم event يبقى كلهم divided by 2 يتفضل مين x squared minus 20 divided 2 10x plus 48 divided 2 24 ده ترينوميا تعال نحطه على الكالكليتر mode equation 3 حط الأرقام بالsign بتاعت يعني 10 دي قوعة تحطها تن هتطلح حاجات غلط دي minus 10 او negative 10 وبوسط في 24 كل حاجة تدخلها بالsign بتاعت x1 ب6 وx2 ب4 يبقى x1 ب6 وx2 ب4 هو كده بيقولك 2 bracket فنروح مدخلين دول بعكس السign يبقى 2 x minus 6 وx minus 4 مسألة سهلة وجميلة خالص في number 6 معانا مسألة بتقول x squared plus 8x plus 16 هنروح متأكدين ان هي مترتبة وفيها hcf هنا ما فيهاش hcf يبقى دا تريدوميا العادي خالص mode equation 3 تدخل coefficient 1 8 16 ودوس equal طلعت لx واحدة بس فسهمت ان الاكسبريشن دوت perfect square يعني bracket 1 power 2 جواء bracket الواحد root الاولان x root الاخران root 16 4 middle sign الاشارة اللي في النص هنا plus يبقى نحط هنا plus سهلة جدا وخلصت على طول مسألة كمان number 7 8x power 3 plus 27 ده binomial with sum of 2 cubes مترتب وما فوش hcf يبقى نعمل bracket صغير وbracket كبير الbracket الصغير بقول في cubic root للأولين مين cubic root لل8 2 طب مين cubic root للx power 3 هروح الpower عامله divided 3 يبقى x نفس اشارة المسألة يبقى plus مين cubic root 27 3 الbracket الكبير square change times square احفظ معايا square للأولين يبقى 4 x square change الاشارة في النص يبقى minus first by second الاول times الثاني بدون اشارات 2 by 3 6 6 والاخير times نفسه او الاخير square يعني 3 times 3 9 ودايما اشارته بتكون بصد الbracket الصغير خلص والbracket الكبير ما بنعبروش يبقى المسألة كده خلص تخاص سؤال number 8 بيقول لي y power 2 minus 50 y minus 51 ده trinomial نترتب ومفروش htf يبقى روح على calculator وخلي بالي من symbols mode equation 3 1 كل حاجة بإشارتها يبقى minus 50 وادوس equal minus 51 وادوس equal كده الbracket الاولاني 51 والbracket التاني negative 1 بس خلي بالك السيمبل عندك ايه y يبقى هتقول لي y equals 51 و y equals negative 1 هندخل ده جوه بعكس السين وندخل ده جوه بعكس السين يبقى محتاجك تبقى مركز هو السيمبل اللي في المسألة ايه y minus 51 وهنا y plus 1 كل حاجة بتخش بتخش بعكس اشارتها برافر يا باشموهند تعال نشوف اللي بعد كده برافر بيتحل ازاي الperfect square راكت 1 power 2 جوه root first 5x root third 3 middle middle sign اللي شغل في نص هنا ايه minus يبقى كده خلصت زي الفون number 10 معانا x power 2 minus 81 مسألة سهلة ولذيذة وتفهم ما فيهاش اي مشكلة ده binomial بترتب وما فيهوش hcf ونوعه في النص minus ما بين two squares نعمل two brackets root الاولاني x نحكت بينه مرتين مرة plus ومرة minus root 81 9 bravo ونحكت بينها مرتين وخلصت علشان ما فيهاش اي power 2 number 11 بيقولي y power 5 minus y ده binomial نترتب بس الاثنين فيهم symbols واحد اللي هو y يبقى تعال ناخد y ده common factor لما بناخد y common factor بروح عامل المسألة divided y y power 5 divided y by y power 4 minus y divided y by 1 خلصت لسه لان الpacket اللي طلع ده لسه difference between two squares يبقى صحبك يصحبك لاخر المشوار نزل ال y طب وده يتفك ايه ده يا mister يتفك two brackets بالضبط 1 poster و1 negative ال y power 4 برافو عليك تتفك y power 2 و y power 2 طب و 1 root 1 1 و 1 لسه يا شباب قوعة تجري وتسيبها وتروح اللي بعدها لان لسه ال bracket دوت هيتحل مرة تانية difference between two squares صحبك يصحبك لاخر المشوار كل اللي خلص ننزله زي ما هو قوعة تنساه هنفك بقى y power 2 minus 1 ل difference between two squares y y plus minus root 1 1 وهنا كمان 1 خلصت تماما لان y power 2 plus 1 ما تتحلش والبقين كلهم y power 1 والy power 1 دي ابسط ايه ابسط صورة ممكن number 12 معانا بتقول 3x power 2 plus 7x minus 6 يلا يا باش مهندسين مترتبة يا مست ما فيهاش hcf يا مست يبقى calculator mode equation 3 3 7 negative 6 طلع اول براكت x equals 2 over 3 والتاني x equals 3 تعال كده x equals 2 over 3 وx التانية negative 3 هنعمل ليه باش مهندسين denominator بنروح عاملين له cross multiplication 4 وندخل جوه بعكس الساين السيمبل يا مستر مزبوطة اكسات يبقى 3x minus 2 ده ده البراكت الاولاني والبراكت التاني x ها minus ولا plus لا يا مستر ما تحكش علينا ده يخش بعكس الساين يبقى plus 3 خلصت تماما يا مستر لان ما فيهش power 1 يبقى المسألة كده خلصت خالص number 13 مسألة سهلة خالص مترتبة وما فيهش hcf يبقى نعملها على طول بالcalculator mode equation 3 1 minus 8 12 equals x1 ده البراكت الاولاني x6 وx2 x equal 6 وx equal 2 السيمبل واحد السيمبل واحد دخل جوه بعكس الساين يبقى x minus 6 وx minus 2 وخلصانة وما فيهش اي مشكلة خالص دي سهلة خالص سؤال number 14 3 x power 3 plus 2 x power 2 plus 12 x plus 8 واضح يا شباب ان هي مترتبة x power 3 x power 2 x power 1 بعد كده x power 0 او الابسلوت او واضح تماما ان ما فيهاش htf يبقى تعالى ندور هل ده binomial ولا trinomial ولا polynomial لا يا مستر دول 4 terms يبقى انا هحاول اعملهم 2 groups الجروب الاولاني هاخد فيه اول 2 terms plus 2 x power 2 plus الجروب التاني 12x plus 8 طب وبعد كده بدور ايه common هنا وايه common هنا ايه common في البركت الاولاني 3 و2 مفيش common لكن x power 3 وx power 2 ناخد x power 2 common factor لما خدنا x power 2 تفضل ايه تفضل 3x لان 3 نزلت وساعة الدivided اعملنا 3 minus 2 تديني x power 1 plus 2x power 2 divided x power 2 تديني 2 لان x power 2 مع x power 2 ست cancel plus 12 و8 ركز معايا 12 و8 ينفع divided by mean b divided by 2 و divided by 4 طب ناخد 2 ولا ناخد 4 اخد يا mister فيهم الاكبر فيهم اللي احنا بقول heist common factor يبقى ناخد 4 يلا بين 12 divided 4 3 x 8 divided 4 2 طب انا كده ماشي صح ولا غلط اللي يقول لك ماشي صح ولا غلط ان 2 brackets دولة يطلعوا شبه بعض بالضبط فنروح واخدنهم مرة تانية common factor هناخد 3 x plus 2 common factor لما بناخده common factor كأننا كأننا مش بقول فعلا بس كأننا هنستطبع لما اشتبنا اشتبنا تفضل من x power 2 plus 4 خلصت البركت الاولية مع الوش power والبركت التاني thumb of 2 square يبقى مالوش حل يبقى كده دي ابسط صورة للمسألة حلوة المسألة دي جميلة خلص سؤال number 15 ده binomial مترتب مفروغوش hcf طب نوعه ايه في النص minus يبقى difference طب ده cubes ولا squares ده power 3 وال 125 ده كيوبic root يبقى difference between 2 cubes اللي بيتعمل bracket صغير وbracket كبير الbracket الصغير لنفس اشارة المسألة وبقول فيه cube root للأولاني x cubic root للتاني 5 بعد كده بعمل square change times square square للأولاني change الاشارة times اول وتاني بدون اشارات بعمل الارقام والثيمبول 5 times x والاخير دايما بيكون plus 5 times نفسه او 5 square 25 الbracket الصغير مع الهوز power الbracket الكبير ده طالع من cubes ملوش حل يبقى المسألة خلصة خالص number 16 4 x power 2 minus 12 x plus 9 trinomial مترتب حسب power x power 2 x power 1 اللي ما فيهوش x ما فيهوش hcf ما فيش حاجة common ما بين الثلاثة نجيب calculate mode equation 3 4 negative 12 post 9 طلع x equals 3 over 2 x 1 مش مكتوب x1 و x2 عطول أفهم إيه برافو عليك برافو عليك ده perfect square يعني إيه perfect square يعني bracket 1 power 2 جوائه root الأولين 2 x root الأخير 3 إشارة اللي في النص minus وخلصت على كده اكتشف بس إن إيه perfect square هتلاقيها بقت سهلخة مسألة رقم 17 بيقول لي a power 3 plus 3 a power 2 minus 9 a minus 27 مترتبة ما فيهاش hcf ده polynomial يعني four terms فنعملهم grouping هجرب أخذ first a power 3 مع second 3 a power 2 دايما يا أولاد ويا بنات في النص plus أول خطوة في النص plus طب start the term negative 9 a وال fourth negative 27 ايه الكامل في البراكت الأولاني برافو عليكم a power 2 لما خدنا a power 2 common factor اتفضل a a plus 3 a common في البراكت التاني ماينفعش يبقى فيه negative من القرار كده فهناخد negative طب 9 و27 ينفعوا يا مستر هما الاثنين divided 9 negative 9 a divided negative 9 اتفضلت a negative 27 divided negative 9 اتفضل وانا بحل صح ولا غلط طالما اطلع لنا يا مستر براكت زي بعضه يبقى احنا الحمد لله ماشيين صح تعالى ناخد البراكت ده common factor a plus 3 لما خدنا a plus 3 common factor اتفضل a اتفضل a power 2 وتفضل minus 9 او عتقول انها خلصت ليه اصلي يا مستر البراكت دوت لسه يتحل مرة كمان لسه يتبصت اكتر من كده يتعامل difference between two squares يبقى a plus 3 وده يتفك two brackets a plus 3 و a minus 3 لو سبتها كده برافو عليك صح حلو خالص ولو حبيته تقولوا ان البراكت دوت متكرر مرتين فاحنا هنقول a plus 3 power 2 انه متعاد مرتين times a minus 3 برضو صح يبقى انا مش عايزك تقلق ولا تخاف دي صح ودي صح تبتها كده اوكي حبيت تعملها اكثر شياكة وتعملها كده برضو برافو عليك تعال انبص مع بعض على مسألة number 18 مسألة جميلة وحلوة مش عايزك تخاف من شكلها x plus 2 all power 3 minus 4x minus 8 اوعى حد يا شباب يقولي نوزع power مش بنعرف نوزع ال bracket لما يكون عليه power 3 تمام فيبقى انا مش قدامي حل الا ان انا اسيب ال bracket الاولاني زي ما هو طب ما تيجي نبص كده على اتنين دول minus 4x minus 8 تعال تعال انا اعملهم براكت لوحدهم كده ناخد منهم minus 4 common factor ركز معاين انا خدت minus 4 common factor من minus 4x فاتفضل x وخدت minus 4 من minus 8 negative divided negative positive و8 divided 4 ب2 خدت بالك يا بش مهندس ان x plus 2 هي نفسها x plus 2 اه طب انا عايز اكمل يا مستر مش عارف لا يا حبيب انت تعرف انت شاطر خد x plus 2 من الاتنين ايه ده ينفع ينفع جد لما خدنا x plus 2 من اول واحدة هو يعني ايه power 3 power 3 يعني متعادة ثلاث مرات يعني 3 brackets زي بعضهم انا خدت منهم واحد هيتفضل ايه يتفضل اتنين يعني x plus 2 power 2 طب وانا خدت x plus 2 يبقى يتفضل ايه يتفضل minus 4 براكز بقى معايا عشان الخطوة اللي جاية ما تبقى الصعب عليك هننزل ال bracket الاولين صحبك صحبك لاخر المشوار طب وده ايه ده حاجة square minus حاجة square يعني ممكن نعمله difference between two squared بالمنظر ده يا مستر بالمنظر ده حبيبي هناخد root الاولين الroot هيشيل power يبقى x plus 2 x plus 2 مرة ايه برافو مرة plus والمرة التانية minus root الفور two مرة هنا ومرة هنا فبقت دية x plus 2 تركز بقى معي two and two like terms فممكن اقول x plus 4 طب وtwo negative two يتكنسله مع بعض x قالك مش حاجة شيك ان انت تكتب term لوحده في الاخر خالص حطولي في الاول ما بقولش غلط بقول شيك يعني الاشيك ان انا اكتب x في الاول وبعد كده x plus 2 و x plus 4 المسألة الصعبة دي يا مستر طلعت سهلة جدا وحلناها بمنتهى البساطة وقف الفيديو وحاول تحلها تاني لوحدك وشوفها تعرف تحلها ولا لا سؤال number 19 negative two x squared negative 15 x negative 7 واخد بالك ان فيه negative في اول term وكلهم كمان فيهم negative ما يصحش نحن وحن مطلعين negative برا خالص common factor النجative تعمل ايه تغير يعني كله هيتغير اشارات بتاعته فكله كله كان بالنجative فكله كتب بالايه بالبوستر اوعى تنسى common factor صحبك يصحبك لاخر المشوار ده trinomial مترتد وما فوش hcf يبقى نحله بالcalculator mood equation 3 2 15 7 خبالك من السيمبولز سيمبولز هنا x ممكن ما يجيلكش في الانتحان x بس هنا x سهلة فهيتعمل x1 البراكت الاولاني negative half والبراكت التاني negative 7 يبقى x negative half وx negative 7 يلا بينا بنكنسل 2d نحطها هنا وندخل جوه ده بعكس الساين يبقى البراكت الاولاني 2x plus 1 هندخل جوه بعكس الساين يبقى x plus 7 سهلة خالص يا مستر الفاكت اللي كل الناس خايفة منه بقنا نحله بمنتهى البساطة سؤال سهلة كمان x power 2 minus 7x plus 10 برضو يا مستر ده ترينوميال ومفهوش HCF والسيمبولز المدرسين بيحبوا يغيروا السيمبولز عشان انت لابتطلع بالكالكليتور وتتلغمت لكن انت امسح صح في الامتحان مود equation 3 هنا سهلة جاية اكسات هنا جات x 1 ومينس 7 وتاني لكن لو ما جرت تلقش x هتركز اكتر طلع براكت الاولاني x equal 5 والتاني x equal 2 يبقى x الاولانية 5 وx التانية 2 ندخلها جوه بعكس الساين يبقى x برافو عليكم completing square اللي انا بحاول اتحيل على المسألة وخلي فيها perfect square علشان اعرف حلها فاكرين كنا بنعمل ده ازاي كنت بامسك الترم الاولاني 4x power 4 وابعد مسافة واكتب y power 4 ببقى محتاج اجيب الميدل ترم اللي يخليه perfect square كنا بنجيبه ازاي rough 2 times root الاولاني 2x squared times root التاني اللي هو y power 2 فتطلع 4 x squared y squared بس انت كده غيرت المسألة فقالك اللي انت اضيفه نقصه يبقى minus 4x squared minus y squared انا اديتك 200 جنيه وخدتهم تاني يبقى ما حصلش حاجة طيب التلاتة دول على بعض ده انا اللي ضابطهم ده انا اللي مخليهم perfect square فيتعملوا bracket power 2 جوا ايه root الاولان 2 x squared root الاخير y squared اشارة اللي في النص يبقى plus والنزل ده minus 4x squared y squared باقي ده difference في النص minus ما بين حاجتين اللي هم square root يبقى نعملهم bracketين وهنعملهم difference between 2 square على طول root الاولاني بنشيل الpower اللي فوق ده اهو 2x squared plus y squared ونكتبها هاتين 2x squared plus y squared مرة ايه براف مرة plus ومرة ايه minus عايزين y squared root root 9x power 4 3x squared 3x squared مرة plus ومرة minus طب 16y power 4 square بتاعتها ايه 4y squared 4y squared خلصت خلصت تماما يا مصد لان هنا plus مش هيتفك تاني وهنا minus دول مش square لان 3 ملهاش root يبقى خلصت خلصت 23 بتقول x power 4 minus 9 x power 2 plus 20 ده trinomial مترتب ومفهوش hcf فنجيب الcalculator وتخلي بالك وتخلي بالك السيمبل هنا x power 4 ها صح صح 1 و negative 9 و 20 صح صح معي ال x5 وال x4 طبعا لو انت كتبت ال x5 وال x4 هزعل منك واي حد بيصلح هاديك زير ليه اصل دي x power 4 يا مستر لما تيجي تتقسم تتقسم x power 2 x power 2 بعد كده ادخلها جوه بقى الايه ال bracket زي ما انا متعود انا خدت بالي من السيمبلز انا قلت لك خد بالك من السيمبلز ومن الباور دخلهم جوه بعكس الساين x squared minus 5 يلا التاني وايكس 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 مرة بلاس ومرة ماينس وال 4 تتفكي كام وكام 2 وايكس سهلة جدا وجميلة خلصة سؤال number 24 سؤال سهل واللزيز 1 1 1 minus 4 1 1 1 مرة بلاس مرة ماينس 4 x squared برافو روت الفور 2 والx squared x وهنا 2 وهنا x واحد تاني قال لك لا انا همشي على الخريطة زي ما الخريطة بتقول حتى لو دوت هياخد مني وقت أطول شوية بسيطة لكن المهم هبقى بحلها صح طلوه عايز تعمل ايه قال لي انه رات طلو رات قال لي انه هكتب negative 4 x squared plus 1 قال لي انت قلت ماينفعش نخلي اول term بالنيجاتف قال لي excellent فقال لي حضرتك انا هاخد النيجاتف كومن فاكت بتقوله بس هو عايز تنسى تاخدهم الاثنين قال لي لا انا ناصح خدت النيجاتف من الاولاني وخدت النيجاتف من التاني صحبك ها يصحبك لاخر المشوار فالنيجاتف هصحبنا لاخر المسألة وبعدين نروح عاملين 4 x squared 2 x و 2 x مرة plus ومرة minus وهنا 1 وهنا 1 يجي يسألني يا ميستر يقول لي بس انا حاسن دول الحالين مختلفين هقوله لأ 1 plus 2 x هي هي 2 x plus 1 و 2 x minus 1 لما دخل عليها النيجاتف اللي بره دي هتدينا 1 minus 2 x بس ساعات لما ما برتبش بتبقى المسألة اسهل وساعات لأ لازم ارتب علشان المسألة تبقى لك فانا حلتها بالطريقتين علشان الحالين يبقوا قدامك وانت ليك مطلق الحرين سؤال رقم 25 A power 6 minus 625 B power 6 على طول يا باش مهندسين ده difference between ها 2 squares يا ميستر ده power 6 2 squares احنا بنفكر الاول في 2 squares خصوصا ان 625 مليهاش كريبك رود يبقى فيش حاجة تلخبطك دول براكتين زي البعض بالزبط ال A power 6 تفكي ايه A power 3 A power 3 مرة plus مرة minus ايه هي الرود بتاعة 625 براف 25 25 نفس البركت بالزبط B power 6 تبقى B power 3 و B power 3 خلصت اه يا ميستر مفيش cubes لأ يا ميستر لأن 25 اللي طلع هنا وهنا ملهاش كيبيك رود انت عاف يا ميستر لو كان دي مثلا 125 كنت قلت ايوه واعملها واكملها ثم ودفرنس بين 2 A cubes لكن كده يا ميستر خلصت خلص تعال انبص على 26 مسألة حلوة وجميلة وعايزة ولد وبنت مسح صحين وشاطرين وبيحبوا الماث جدا بص يا ميستر البراكت الاولاني عليه power 3 ومش هينفع اوزع الpower على البراكت لأن ما بعرفش افك power 3 طب ما تفكش بص عليها كويس كده مش بتشبه على حاجة اه تبدأ ميستر ده في النص minus وده cube وده cube تمام يعني ممكن نعملها على منظرها كده هو difference between 2 cubes طب وده ينفع اه ينفع بس عايزة تركيز هنعمل براكت صغير وبركت كده براكت معي البراكت الصغير بنعمل ايه cubic root للاولاني طب لما جياخد cubic root للاولاني هاشي power 3 طب يبقى x plus 1 ده كده هو الاولاني اشارة المسألة minus cubic root x power 3 x طيب وبعدين بعمل 4 حركات square change time is square square الاولاني يعني هعمل الاولاني الراكت الاولاني اروح عامله square او power 2 change is sign بدل ما هو minus هخلي plus اعمل first by second يعني اعمل x time is x plus y واتفقنا مع بعض ان اخر ترم لازم يكون بوستر طب وال x squared هتبقى x squared او x power 2 ركز بقى معايا عشان عايزين حد مسحصح يفك الخلطة بيتا بالسلطة اللي اقصادنا ديت هننزل x plus y minus x تمام ده الراكت صغير لقيت الراكت ملوص لازم يروح تفكيته طيب الراكت الكبير اول واحد ده perfect square بيطلع three terms بسحصحين يالنقولهم مع بعض first time itself x power 2 keep this ابعد شوية second power 2 يبقى y squared ما كان بعمل two times first times second يدينا two x y بعد كده هدخل ده على الراكت x times x x squared x times y بx y اخر واحدة تنزل زي ما هي x squared ابعد خاف x و negative x cancelled مع بعض يتفضل مين y تعالا بقى نمسك الراكت الكبير دوت ونجمع like terms شايف x squared دي وشايف دي كمان وشايف دي كمان كم واحدة كده three x squared طيب شايف two x y وشايف one x y طب two plus one three x y طب شايف y الواحدة دي y power two تنزل زي ما هي طب كده خلصت واللس يا مستر قدامك trinomial خطه على calculator mode equation three هتلاقي بيطلع i يبقى مش هيتحل كده يبقى كده خلصت خالص ممكن توقف الفيديو وتبص عليها تاني وتحاول تحلال وحدك لو معرفتش عيد الجزء التاني سؤال number twenty seven forty nine x power two plus seventy x y power two plus twenty five y power four تعال متفتبة ما فيهاش htf فنعمل mode equation three forty nine مادوس equal seventy مادوس equal twenty five مادوس equal طلعت x واحد يبقى perfect square ركزي معايا ركز معايا باش مهند روت الاولين روت ال forty nine x square تطلع seven x روت twenty five y power four وصحتح لل power هنا عليها power four يبقى five y power two والmiddle sign الاشعار اللي في النص هنا ايه بلس فتنزل بلس خلصت خلصت وسهلة جدا سؤال كمان number twenty eight five x power three minus three x minus two يا مستر مترتبة ما فيهاش htf والsymbols والpower سهلين خالص يبقى mode equation three five negative three و negative two x one و x two over five x one و x negative two over five بنكنسل negative two over five دي حط five هنا بعمل cross ودخل للاثنين دول جوه بعكس sign يبقى x minus one و five x plus two وكده يا مستر خلصت علشان ما فيش powers سؤال رقم 29 x power four minus eleven x power two y power two plus y power four هنا مستر متلتبة x power four x power two الحاجة ما فيهاش x وما فيهاش hcf بس حصل حاجة غريبة لما جيت عملها على calculator mode equation three دخلت one ودخلت negative eleven ودخلت one تاني بتاع y power four طلع لي رقم عجيب وغريب يبقى اكيد المسألة دي فيها مشكلة طب جربتها تاني ممكن اكون دست على حاجة غلط طلع نفس الكلام يبقى ايه المشكلة اللي فيها bravo اكيد السؤال ده بتاع درس completing square خصوصا ان في powers four اول ما لاقي power four وفي المسألة كده بتبوز او بتطلع ارقام غريبة يبقى ده درس completing square طب اعمل فيه ايه ده يا مستر ولا حاجة هكتب x power four وهكتب y power four وطلع هتعمل في النص ده بعيده عنهم خالص minus eleven x squared y squared ليه اصل انا عايز اللي في النص دوت او عايز التلاتة دولة يكونوا perfect square طيب بجيب ازاي الترم اللي في النص بقوله two روط الاولاني روط الاخراني تعال كده هنشوف هنعمل ايه هحط plus two x y square طبعا و minus two x y square طبعا وابتدي اسأل نفسي هو minus eleven وال minus two يديني حاجة ليه روط فكر فكرت تفكر مرة كانت اداني minus thirteen لا يا مستملوش روط سكوير روط ركزي معي وركز انت كمان يا باش مهندس معي ده ايه ده وده ايه هيتلم مع بعض دلوقتي عشان دولا ايه ايه فهيت ديني براكت باور two في روط الفرست وروط الثرد والميدل ساين ها ما بقيتش بلاس بقى رابو مسحسح شاطر بقيت ماينس جميل يا حبيب طيب وبعد كده هو ماينس eleven بلاس two بقيت ماينس nine x squared y squared وانا بعمل بلاس وماينس ما بغيرش السيمبول هو حد يقولي نعمل ادل ايه للباور ولا اي حاجة لأ كده خلص بقيت difference between two squares يلا نكمل ادي براكت وادي براكت تاني هنحط البراكت الاولاني x power two minus y power two وهنا x power two minus y power two مرة بلاس ومرة minus nine x squared y squared three x y three x y انت عملت يا نستر انا خدت الروب بتاعك طب ما تيجي نرتب عشان بثت اشيك منك براف x squared three x y minus y squared يلا التاني x squared minus three x y minus y squared خلطت زي الفولت براف عليك براف عليك انت كمان سؤال رقم 30 three x power four minus fifteen x power three plus twelve x power two نترتب a get x power four x power three x power two فيها hcf اوعد اقول لا لا فيها دا كلهم ينفعوا divided by three excellent دا كلهم فيهم x اخد اصغر x فيهم ليا x power two برافو عليكم اروح عامل المسألة divided hcf three x power four divided three x power two تدينا x power two خط sign fifteen x power three divided three x power two على مهلك fifteen divided three equals five x power three divided x power two equals x خط plus twelve x power two divided three x power two twelve divided three before x power two divided x power two cancelled صحبك ها يصحبك لآخر المشوار common factor ينزل لآخر المسألة ده trinomial تعالى كده هو نشوف trinomial ده هيطلع عادي ولا perfect square السيمبل دي مستوى ما فيهاش مشكلة والpower ما فيهاش مشكلة بتشيك دايما على السيمبل والpower mode equation three one minus five و four طلعت four و one نخلهم جوه بعكس الايه السايد يبقى x minus four و x minus one very good برافو عليك برافو عليك تهلا خلص سؤال سؤال كمان بيقول لي في thirty one three x power two minus nineteen x plus six ده trinomial مفروش hcf ومثرت يبقى mode equation three على طول يا مستوى أنا بتأكب من السيمبل x بتأكب من power power two ما فيهاش اي لعبة يبقى three و negative nineteen و six تلع x one equal six x two equals one over three six one over three ندخل جوا بعكس السين نكنسل three دي ونحط هين فبقت x minus six و three x minus one ويا مستوى ما فيهاش power وما فيهاش اي حاجة تبقى خلصة خال فعال number thirty two trinomial مترتب with respect to x ما فيهاش common factor خالص لأن الفور هنا دا divisible by two وfour وال 49 ما تنفعش غير divided ال one وال seven وال 49 ما فيهاش common factor ارقى يبقى مود equation three four twenty eight equals 49 وندوس equals تلعت x واحد يبقى دا perfect square يبقى دا bracket power two يلا افتكر معي root الاولان two x root الاخير seven y middle sign تبقى plus bravo عليكم 33 بتقول x power six minus 64 y power six يا مستر دي تنفع الاثنين تنفع difference between two squares و difference between two cubes حبيبي احنا متفقين بنعمل squares الاول تمام يبقى هنعمل two brackets دا بعد ركزي معاين ركز انت كمان square root لل x power six يبقى x power three x power three مرة plus ومرة minus ايه الروب بتاع 64 eight الروب بتاع y power six نصها يبقى y power three وهنا eight y power three اوع تقول خلصت ازعل منك لان لسه يا مستر دي مسألة جديدة sum of two cubes يتعامل bracket صغير و bracket كبير وده bracket تاني صغير و bracket كبير يعني هيطلع معايا four bracket تعال نركز مع بعض الاول ايه هنعمل bracket الصغير و bracket الكبير bracket الصغير cube root لل x power three x اشارة المسألة plus cube root لل eight y power three يبقى two y ثلاث حركات square change times square square change بقت minus اول times الثاني يبقى two x y plus الاخير squared تبقى four y squared خلصت روعة نحن كل بنفك في البراكت الاولاني يلا نفك البراكت التاني برضو براكت صغير و براكت كده براكت صغير cube root لل x power three x اشارة المسألة minus eight y power three الكيوب root بتاعتها two y بعد كده square change times square يبقى x square اغير الاشارة نعمل first times second two x y والاخير طول عمر هيفضل post يبقى two y times نفسها two by two four y by y y square خلست خلست ما فيهاش اكتر من كده ده كده كمان كفاية وزيادة عليها افضل ده factorization by grouping وانا مش عارف الاختيار السليم فانا هجرب اخد الاول مع الثاني والثاني مع الرابع مين اللي يحكم ان بعد كده هيطلع zay بعضها ما تيجي نشوف تعالى بين ادي two y power four minus four y power three في النص plus seven y minus 40 لسه مش هيبان دلوقتي لما ناخد comment factor من هنا والcomment factor من هنا two four لاثنين اذا y power four y power three y power three common factor لما خدنا two y power three تفضل y ولما خدنا two y power three four divided two by two y power three مع y power three خلاص cancel plus seven و fourteen common factor seven يتفضل seven y divided seven by y fourteen divided seven equals two خلي بالك البركتس كده تلعى زي بعضها يبقى انا اختياري كان اختيار موفق فتعالى ناخد y minus two common factor تفضل ايه two y power three plus seven خلصت تنامى لان two والseven ما الهم شكيوبك روت والبركت الاولاني مع الهوش power يبقى كده زي الفول سؤال number 35 سؤال لازيز خالص fifteen a power four minus twenty one b power two minus six a squared b تقول يا مستر انا دخلتها على الكالكليتور ومطلعها ارقام غريبة وعجيبة هقول عشان انت نسيت تعمل ايه نسيت تعمل الرينج نسيت تطلع اله cf لازم نمشي على الخريط يا مستر انا دي فيها الرينج طبعا لازم يبقى الpower four بعدها الpower three مال h يبقى بعدها الpower two يبقى minus six a power two b بعدها الpower a مال h يبقى بعدها الpower zero يبقى minus twenty one b power two دي اول الخطوة الخطوة التانية ان الfifteen والsix والtwenty كلهم divisible by three فنطلع الthree بر تبقى five a power four minus six divided three two a squared b minus twenty one divided three seven b power two ده ايه trinomial بس خد يبالك وخد بالك من حاجتين عامين نقولهم من اول الفيديو خد بالك من ال symbols هنا a و b خد بالك من ال powers هنا a power four و b power two تعال ننزل صحبك صحبك ونشوف trinomial هيبقى شكله ايه هنجيب calculator تمام ونحن عامين ايه mood equation three ودخل five ودخل minus two ودخل minus seven calculator ما بتطلعش غير اركار symbol زيزم تطلع بدماغك طلع seven over five و negative one طلع seven over five و negative one اوع تكتب x equal هزعل منك ليه المسألة فاش x اصلا ما المسألة فيها ايه مسألة فيها a power four تم داية اسم a power two و a power two المسألة فيها في الاخر b power two تم داية اسم في الاخر b و b طب و five الفراكشن ده بنعمل بي ايه بنعمله cross هناك كده بقت five a power two بقت عادية خلاص خلي بالك الحاجات دي بتيجي كتير المدارس اللي بيجيب متحقات تقيلة بتحب او اللعب داية تمام يبقى five a squared minus seven b و a squared دي هتخش بعكس الساين plus one b اللي هي plus b على طول خلصت اه خلصت اوعى اوعى تقع في مقلب الpowers او symbols لازم تبقى عينك واست راسك وانت بتحل سؤال الفactorization سؤال number 36 سؤال سهل ولذيذ خالص في bracket فيبقى بنتها البساطة تعال نفك bracket او six x power two تعال نعمل distribute لل y على two terms اللي جوه دول y times two y by two y squared y times negative seven x يا مستر دي مش مترتبها برافو عليك يا بنت ان انت خدت بالك نرتبها ازاي six x power two minus seven x y plus two y squared ده ايه trinomial مترتب ومفروش hcf خد بالك من symbols ده في x y يبقى طلع x y خد بالك من الpower لا دي سهلة دي x power y power two يبقى مود equation three six minus seven و two هتطلع two over three و half ركز معي x equal two over three x equal half صدق اذعلت منك ليه مستر اصل المسألة تيها x y انت مطلع x بس ما تنساج لما فيها y في الاخر فال y power two تتفك y four طب three دي نعمل فيها ايه نحط جنب x طب و two دي نعمل فيها جنب ايه نحط جنب x فبقى فبقى البركس ايه بقى يلا فين الدكاترا اللي في هن يبقى three x minus two y وهنا two x minus y كده خلصت كده انت هنا y y four بنحط مين في النص two times root الفيرست اللي هو eight x power two و root y power four هيبقى y power two فبقى 16 x squared y squared بوضنا المسألة لا هنعليجها هنحط minus 16 x squared y squared ده ايه يا شباب ده perfect square يا mister يلا حبيبي bracket power two root الاولان eight x power two root الاخير y power two الميدل sine plus يلا حبيبي minus 16 x power two y power two بقت يا mister bravo اللي هتقوله صح difference between two squared حبيبي قلبي جميل جدا طالما difference between two squared يبقى نعمل two bracket root الاولاني نشيل منه power يبقى eight x squared plus y squared eight x squared plus y squared مرة plus جميل مرة minus root 16 x squared y squared bravo four x y four x y يالا نرتب eight x squared plus four x y plus y squared يالا نرتب هتعرف ان هي خلص سؤال رقم 38 x power four minus five x power two minus twenty four جامستر ده trinomial bravo مترتد تمام نفوش hcf حلو خالص هنعمله بالكالكليتر ومستر مايكل قال لنا سحطحه للpower هنا power power four فهيت اسم power two power two واحدة واحدة one negative five و negative twenty four الاكس الاولى بeight والاكس التانية ب negative three هنسب ها اكس لا هنزعل مستر مايكل منين ومال x power four ده بيت اسم x power two x power two ركز مع powers وال simple دخل جوه بعكس الساين تبق x power two minus eight و x power two plus three خلصت خلصت لان power two minus eight لقيت ملاحس square root power two plus three مافيش حاجة عندنا اسمعها سامو two a square كده خلاص خلصت سؤال رقم 39 بيقول 20 x power four plus 40 x squared y squared plus 45 y power four واضح يا شباب ان هي مترتبة بس برافو فيها hcf من hcf five يا مست كلهم divisible by five طب يال 20 divided five four x power four 40 divided by five eight x squared y squared 45 divided by five nine y power four تعال كده هو نحطها على calculator نشوف هتطلع ايه بالزبط mode equation three دخل four دخل كمان eight وما ننساش nine تلعت imagination يعني ايه imagination يعني ملهاش حل مباشر طب لو هو قال يحلها by completing square او عايز نكملها طيب ناخد الحاجات اللي فيها power four ونسيب مسافة ما بينهم ونبعد اللي في النص دي على جنب اهم حاجة ما تنساش five اللي برا ديت ادي five و ادي four x power four plus nine y power four وهبعد دي خالص eight x squared y squared هنحط مين في النص هنحط two times روت الاولانية اللي هي two x squared times روت الاخيرة اللي هي three y squared يعني هنحط two by two by three هنحط twelve x squared y squared بوزنا المسألة بوزنا صلح مسألتك هنحط minus twelve x squared y squared يبقى اللي زودنا نقصناه فكده ما غيرناش حاجة قبل ما تكمل اتأكد هي eight minus twelve هيطلع رقم هيطلع نيجاتيف عشان يبقى between two squared وeight minus 12 هيطلع four فيبقى minus four هل يبقى كده زي الفول هنخلي دوت ونخلي الاتنين دول ايه مع بعض ما تنساش الفايف ده يعني روت الاولاني two x squared روت الاخراني three y squared اشارة اللي فينه طب وقيت minus 12 قلنا يا ميستر خلاص بقى four x squared y squared زي الفول يا حبيبي هنخط الفايف وده كده بقى difference between two squares ادي براكت وادي براكت يلا يا باب روت الاولين هنشيل الpower يبقى two x squared plus three y squared مرتين يا ميستر برافو عليك بقيت اشتر مني مرة plus مرة minus روت التانية مستر روت two x y two x y تمام اوكي طب وبعدين هنرتب ادي الفايف ادي two x squared شيكة بس حبة شيكة مني انا عايف انت انسان شيك بس انا عايز اكت تأكد له من انت شيك اهو وهنا نحط ده كمان نرتب two x squared minus two x y plus three y squared خلصت جربها عالكالكليتر لو تلعت trinomial فكتين هتكملها لو تلعت imagination يبقى خلص يبقى هي فعلا خلصت يلا معنا مسألة كمان number 40 يلا ها شد حيلة ده trinomial ده مترتب هنحطه عالكالكليتر لانه وفوش hcf تعال نشوف 9 minus 13 وهنا كام 4 تلع ايه 1 وتلع 4 overnight خلي بالك 1 و4 overnight اوعى تقول لي x equal اوعى تقول لي x equal هزعل منك احنا حلنا 40 مسألة مش معقولة بعد كله ها مش مركز في powers والsymbols هنا هو power 4 فتتقسم power 2 وpower 2 وفي الاخيرة في y power 4 يبقى y power 2 y power 2 طالما المسألة فيها 2 symbol لازم انت كمان طلع 2 symbol هنcancel 9 دي نحطها كده cross الناحية التالية بقت ايه باش مهندس بقت x squared minus y squared شنكتب ال1 وبقت 9 x squared minus 4 y squared زي الفل خلصت اوعى لسه ده difference between two squares يا mister bravo عليك والتاني difference between two squares يا mister bravo عليك يبقى دا يتفك x plus y و x minus y حلو خالص ده الاولاني طب التاني يتفك ازاي هيتفك برضو يا mister two bracket 9x power 2 تتفك 3x ونحط هنا 3x ونحط هنا plus ونحط هنا minus 4y squared تتفك ايه 2y 2y يبقى نصيح تليك خد بالك من powers وال symbols خد بالك من الarrangement خد بالك من الhcf لو انت وانت كمان كنت بتحلوا معايا الاربعين مسألة خطوة بخطوة وبتسبقوني وبتطلعوا الحل قبل وما غلطوس ولا غلطة يبقى انتو باش مهندسين وده كتف لو عندك مسألة من الاربعين لسه صعبة او وقفة معاك رجحها تفرج عليها وقف الفيديو حلها تاني لحد ما تبقى زي الفل لحد ما تبقى perfect هتمنى تكونوا استفدتوا اشوفكم على خير الى اللقاء اشتركوا في القناة